بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيم حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوان من الأقذاء والأقدار فالعيش نوم والمنية يقضة والمرء بينهما خيال ساريه والنفس إن رضيت بذلك أو أبات منقادة بأزمة الأقدار لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار فجعت حسين بابنه وحسين فجعت حسين بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطواره حسين لما رآه مقطع الأعضاء وحسين مطروحا على الرمضاء عليه الذاري ناداه والأحشاء والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدرار يا كوكبين ما كان أقصر عمره يا كوكبين ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحاري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري شاف والنبل شابت علي راه قعد عمدي وصفق راح علي راه صاحب صوت يا زينب علي 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 راه يخيض لمة الدنيا علي أي والله يخيض لمة الدنيا يا دنيا يا علي علي لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الله صلي وسلم على محمد وآل محمد الله الله صلي وسلم على محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا مختصرا عن الحوزة العلمية في بلادنا في القطيف وفي أي المراحل الزمنية كان هناك ازدهار علمي في هذه المنطقة في البداية نقدم لذلك بمقدمة عن النظام العام في الحوزات العلمية مثلما أن في التعليم الرسمي المعتاد تتقسم مراحل الدراسة إلى ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعة فإنه في الحوزات العلمية أيضا توجد مراحل يطوي من خلالها طالب العلم هذه المراحل حتى يصل إلى الدرجة العليا وهي درجة الاجتهاد وما يقال من أن الحوزات العلمية ليس فيها نظام أو أن نظامها ألا نظام لا يعني أمرا فوضويا وإنما يعني أن هناك نظاما متبعا يسل يسلكه الجميع ولكن من يستطيع أن يتجاوزه بجده وسعيه ودأ به لا يحصره النظام الآن مثلاً لو أن شخصاً كان ذكياً في المدارس الرسمية لا يستطيع أن يقول أنا أريد أقفز ثلاثة أربعة صفوف خلال سنة واحدة غالباً هكذا لا يسمح به إلا ببعض القوانين الاستثنائية وإلا الجميع ينبغي أن يخضعوا لمثل هذا النظام أنت في الصف الأول تبقى ثمانية أشهر مثلاً ثم بعد ذلك تنتقل إلى الصف الثاني وهكذا في الحوزات العلمية لا يوجد عبودية للنظام بهذا المعنى فلو أن شخصاً جاء في أول سنة وقال أنا عندي قدرة علمية وذكاء أستطيع من خلاله أن أطوي ثلاث مراحل خلال سنة واحدة أربعة كتب خلال سنة واحدة اللي غيري يطويها خلال أربع سنوات لا أحد يقول له لا لا حق لك في ذلك وقد وجد هذا بالفعل عندنا في من التجارب المذكورة أيام المرحوم المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه ربما أشرنا إليه عند الحديث عن تطور الحوزة في النجف الأشرف مقدس الأردبيلي كان يدرس على طبيعته وطريقته ضمن النظام العام فجاء إثنان إليه من الطلاب واحد شيخ حسن ابن الشهيد الأول والثاني سيد محمد العاملي صاحب كتاب مدارك الأحكام فجاءوا إليه شافوا هذه الطريقة التي يمشي بها مع سائر الطلبة لا تناسبهم هم أذكى من ذلك ومعدهم فرصة فقالوا له يا مولانا احنا هذه الطريقة لا تناسبنا أولا نحن لسنا من مقيمي النجف نريد أن نرجع إلى بلادنا في أسرع فرصة وعندنا قدر علمي فإحنا رح نسوي طريقة أخرى نحن سوف نتباحث هذه الكتب من أولها إلى آخرها أنا وهذا زميلي إذا استصعب علينا موضوع أو درس أو مسألة رح نرجع إليك فيها فقال لهم هذا شيء طيب ممتاز بينما سخر باقي الطلبة منهم أنه كيف هذه الدراسة لازم واحد يقعد ويقرأ سطر سطر ويدقق في كل كلمة فكانوا يسخرون منهما المقدس الأردبي رضوان الله تعالى عليه قال لهم سيأتي يوم هذولي ألفون كتب وأنت طلابي اللي قبلهم مثلا بخمس سنوات جايين وست سنوات رح تدرسوا الكتب اللي هما ألفوها وبالفعل هذا حصل يعني طووا المراحل الدراسية بسرعة ثم اشتركوا في درس المقدس الأردبيلي البحث العالي ثم رجعوا كل واحد ألف كتاب هذا ألف كتاب اسمه معالم الدين إلى أيامنا هذه يدرس عند بعض الطلبة وذاك ألف كتاب اسمه مدارك الأحكام وفي زمانه وصل إلى المحقق الأردبيلي ودرسه بعض التلامذة إذا الذين كانوا يسخرون من أولئك شاهد على أنه عندما يقال أن الحوزة العلمية نظامها في اللا نظام أو لا يوجد نظام فيها لا يعني الأمر أنه فوضى يعني أن النظام ليس يستعبد طالب العلم هذا نظام موجود إذا الإنسان ضمن مستواه الطبيعي يدرس هالمقدار وما يخالف قد يأتي شخص يقول لا أنا بذكائي أقدر أختصر هذه السنتين في ثلاثة أشهر بطريقة معينة في الدراسة حاضر أن أمتحن حاضر أن أبين فهمي في ذلك ما أحد يقول له لا بينما في المدارس الاعتيادية في المدارس الرسمية الغالب أن هكذا لا يحصل وأن ثلاثة أربعة خمسة من طلاب مثلا أول متوسط قالوا إحنا نريد نقدم امتحان مثلا لأول ثانوي ما يقبلون منه في الحوزة العلمية يقال لك أنت وجهدك أنت ذكائك أنت وقدرتك إذا طويت هذه المراحل في ستة أشهر ابدأ بما بعدها غيرك ممكن يطويها في ثلاث سنوات لكن أنت ما مقيد به تقدر تنتخب مدرسك وطريقته والوقت ومقدار السرعة المهم أن تفهم ما هو مطروح لكن قضية النظام العام هي هكذا أن البرامج العلمية في الحوزة تنقسم إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى تسمى مرحلة المقدمات والمرحلة الثانية يصطلح عليها بمرحلة السطوح والمرحلة الثالثة يقال لها البحث الخارج مرحلة المقدمات تفترض أن شخص جاي ما عنده معلومات كافية في أمور مختلفة فيدرس جملة دروس في اللغة العربية الصرف النحو البلاغة لأن اللغة العربية أرضية للاستنباط في الحكم الشرعي هذا لازم يفهم الأحاديث والروايات لن يفهمها إلا إذا أتقن اللغة العربية لازم يفهم التشبيهات لازم يفهم النكات البلاغية في كلام العرب وفي كلام المعصومين حتى يفهمها بشكل دقيق فهذه في المقدمات يدرسون هوية المنطق باعتباري أن المنطق يصون كما هو المفروض يصون الإنسان وفكره من المغالطات أكو بعض المغالطات مشهورة جداً أحد الكتاب كتب كتاباً في حوالي سبعين مورد من المغالطات اللي إذا تتكلمها مع شخص ممكن تمشي عليه بينما هي ليست صحيحة لابد أن يجي هذا ويدرس المنطق باعتباري أن المنطق آلة تصون الفكرة من الخطأ لابد أن يدرسوا أيضاً في مقدمات ذلك شيء من الفقه وخلاصة للأصول أصل الفقه قد يكون مثلاً رسالة عملية مختصرة في زمن سابق كانوا يدرسون تبصرة المتعلمين للعلام الحلي متن فقهي مبسط حتى يكون في جو الفقه بشكل عام وأيضاً مختصراً وخلاصة للأصول في الغالب في هذه السنوات المتأخرة يدرس خلاصة الأصول للمرحوم الشيخ الفضلي من علماء المنطقة رحمة الله عليه وفي أوقات مختلفة يدرسون خلاصات للأصول بعضهم يدرس معالم الدين هذا الذي قلناه لشيخ حسن بن الشهيد الثاني إضافة إلى ذلك قد يدرس بدايات في الفلسفة والحكمة حتى تكون هذه الدروس معينة له عندما يدرس في المراحل التالية بعضهم قد يضيف بعض دراسات الحديث بعض دراسات الرجال المبسطة هذا كله في المقدمات المرحلة الثانية هي المرحلة الأصلية التي ينبغي أن يجهد الإنسان فيها ويدأب فيها ويتم التركيز فيها بشكل أساس على الفقه وعلى الأصول أكو هناك سائر الموارد يستمر في دراسة اللغة العربية يدرس الفلسفة قد يدرس المنطق قد يدرس الحديث والرجال قد يدرس علوم القرآن وغير ذلك لكن التركيز الأساس فيها على الفقه وعلى الأصول فيدرس فيها مثلا اللمعة الدمشقية وشرحها وأحيانا قبلها شرائع الإسلام ولمعة الدمشقية في مستوى متقدم وبعدها المكاسب للشيخ الأنصاري في مستوى أرفع هذا فقه استدلالي معمق وفي الطرف الآخر يدرس أيضا كتب الأصول من المشهورات الآن التي تدرس أصول المظفر للشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه يدرس بعدها الرسائل للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يدرس بعدها كفاية الأصول للآخند الخراساني بالإضافة إلى ما لم يدرسه قبل ذلك فإذا درس هذه الدروس وأتقنها بشكل جيد أصبح مؤهلا لكي يشترك في البحث العالي الذي يسمى بحوث الخارج بحث الخارج سمي بالخارج غالبا لأنه لا يعتمد على كتاب الدروس السابقة المدرس يأتي ويقرأ على كتاب ويشرح قال المصنف مؤلف الكتاب كذا وكذا وكذا ويريد به هذا المعنى وهذا المعنى على كتاب يدرس البحث الخارج البحث الخارج لا يدرس على كتاب وإنما الفقيه المجتهد يأتي ويحضر مسألة ولنفترض أنها من العروة الوثقى من منهاج الصالحين من الشرائع من غيرها يعنون هذه المسألة قال مثلا السيد الفلاني كذا وكذا ما يمكن أن يستدل به على هذه المسألة من القرآن الكريم كذا وكذا وكذا من الروايات كذا وكذا نناقش في الرواية في سندها رجاليا كذا ودرائيا كذا وينتج فلان شيء إذا يوافق الصاحب الرأي انتهى الموضوع وإذا يخالفه لازم يخطأه ويجيب دليل على خطأ مختاره صاحب ذلك الرأي ثم يختار رأيا آخر ويبرهن عليه في الأثناء يحق في بحوث الخارج في الأثناء يحق للطلاب والدارسين أن يناقشوا أستاذهم يخالفوه يخطئوه في مختار يحتدم النقاش أحيانا بينهم وبينه قد يقبلون ما يطرحه وقد لا يقبلون ذلك لأجل هذا رح يشكل عند الإنسان قدرة على الاستدلال وعلى رد دليل الخاص وعلى أن يختار لنفسه رأيا خاصا ويستند فيه إلى دليل معين هذا بشكل عام موضوع المراحل يبقى طالب العلم في بحوث الخارج مدة من الزمان إذا كان ذكيا وإذا كان دؤوبا من الممكن أن يصبح صاحب رأي خاص وآنئذ يستشعر وجود اجتهاد عنده أنه هو أيضا صار عند قدرة على تكوين الرأي والاستدلال عليه سواء في الأصول أو في الفقه وأن يناقش الآخرين ويثبت لهم صحة رأيه بحسب من تهى إليه إهنان بعد يتبين هذا الرجل وصل إلى درجة يقال له مجتهد فيستمر أنئذ قد ينفصل عن البحث الذي يدرس فيه ويبدأ هو بتدريس الفقه والأصول على طريقة بحث الخارج ويعتبر واحد من الفقهاء زمان معين ماكو يعني هناك من ينتهي من المقدمات والسطوح في ثمان سنوات وجد هذا الشكل الأشخاص وهناك من يحتاج إلى 12 سنة وهناك ربما من يبقى فيها أكثر من ذلك وهذا راجع إلى دأبي وجهدي هذا الطالب وبالنسبة إلى بحوث الخارج أيضا تعتمد على ذكائه ومتابعته ودأبه إذا كان يحضر كما يحضر أستاذه ويناقش وغير ذلك هذا قد لا يحتاج إلى أكثر من سبع ثمان سنوات حتى يتبين أن عند ملكة اجتهاد وقد يحتاج إلى مقدار أكبر من هذا الوقت هذا بشكل مختصر لا نريد أن يستغرقنا عن الحديث عن موضوع الحوزة العلمية في منطقتنا في القطيف نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد الله صلي وسلم على محمد وآل محمد المنطقة هنا عندها تداخل مع الأحساء وتداخل مع البحرين وفي كل من الأحساء والبحرين حوزات علمية ووجود علمي قوي في مختلف الأدوار ولذلك لو أردنا أن نتحدث عن كل هذه المناطق نحتاج إلى ليالي متعددة سوف نقتصر في حديثنا عن منطقتنا هنا في القطيف مع أن الانفكاك هو صعب لأن بعض علمائنا ربما يكونوا قادمين من البحرين وبعض علمائنا درسوا بعض علماء الأحساء وبالعكس لكن قدر الإمكان حتى تكون الفكرة محصورة في المنطقة سوف نقتصر عليها نقطة أخرى نحن نلحظ أن هذه المنطقة تعد الحوزة فيها من الحوزات الطرفية وليست الحوزات المركزية من الواضح أن عندنا مناطق فيها الحوزات حوزات مركزية مثل النجف الأشرف تاريخها وجود العلماء فيها تراثها العلمي جعلها منطقة مركزية للحوزة بل للمرجعية العليا وهكذا الحال بالنسبة إلى قم المقدسة نفس الكلام بينما هناك حوزات أخرى حتى وإن كان فيها علماء كثر تعتبر حوزة طرفية كربلاء مثلا كربلاء مع أنها بجوار قبر الحسين عليه السلام وفي فترة من الزمان كانت المرجعية العليا للطائفة أيام الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه كانت المرجعية العليا هناك لكنها بقيت تعتبر حوزة من الحوزات الطرفية مشهد المقدسة نفس الكلام البحرين كذلك القطيف كذلك جبل عامل كذلك هذه تعتبر حوزات طرفية ولذلك قد تبرز في فترة من الفترات هذه الحوزة ويصير وضعها العلمي جدا متطور بينما في فترة أخرى يصير هناك ركود وخمود وتراجع بناء على هذا نلاحظ مثلا بالنسبة إلى بلادنا في القطيف هنا تقريبا القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر كان هو أوج وجود العلماء والقامات العلمية بينما قبل هذه الفترة كان هناك حالة ركود يوجد بعض العلماء ولكن ليسوا بتلك الكثرة ولا بذلك المستوى لكن في هذين القرنين وجدنا أن الحوزة العلمية في القطيف وأطرافها ونواحيها كانت حوزة متطورة وقوية بالطبع لا نستطيع أن نتعرض الآن إلى كل الأسماء لأن الأمر يطول ولا يمكن استقصاء هؤلاء لكن نستطيع أن نأخذ علامات في تلك الفترة كما ذكر بعض الباحثين وهو الأستاذ محمد الضو وهو من أهل هذه البلدة تتبعا جيدا عدد المدارس في المنطقة المدارس العلمية والمدرسة العلمية أحد شواخص وجود الحوزة العلمية وأحد علاماتها فأحصى نحو ثمانية عشر مدرسة علمية تم تأسيسها خلال هذه الفترة المنصرمة وبعضها إلى الآن لا يزال موجودا وحب ذا فعلا لو أن بعض المؤمنين يروحون وراء هذه القضية ويحيون هذه الآثار يعني مثلا هنا في هذه البلدة توجد بعض المدارس التي أنشأت في القطيف كذلك في تاروت كذلك لو أن بعض المؤمنين ممن يعجبهم تطوير الحالة العلمية يذهبون وراء هذه القضية في هذه البلدة وين أكو مدرسة دينية كانت قبل موجودة يروح يدور عليها يبدأ بإحيائها إما نفس المبنى وإما يؤخذ مبنى آخر حتى تزدهر الحالة العلمية من جديد وهكذا في سائر المناطق عندنا كما ذكرت نقلا عن هذا الباحث ثمانية عشر مدرسة دينية قد بنيت خلال الفترة الماضية خلال مئة وخمسين سنة الماضية بنيت هذه المدارس بعضها انهدم واندثر بعضها لا يزال باقيا يمكن للإنسان أن يتابعه بالنسبة إلى العلماء وهذا أيضا بحث من البحوث الجيدة لو توفر له من يعمل عليه حتى على مستوى دراسات الدكتوراه في التاريخ عندنا شباب سواء كانوا يدرسون في الجامعات الإسلامية أو كانوا يدرسون في الجامعات العامة عندما يأتي إلى موضوع تاريخي يسأل عن شنو أكتب فيه الموضوع التاريخي فيروح يدور إليك مثلا فترة تاريخية زمان الدولة الأموية زمان الدولة العباسية زمان المماليك هذا موضوع خصب ومهم وفيه معلومات جيدة وبكر أيضا لم يذكر بهذا النحو المرتب في دراسة علمية أنا أدعو الإخوة المؤمنين الشباب الباحثين الكتاب إلى الاهتمام بهذا الجانب وأن يذهبوا وراء عمل دراسات سواء للجامعات أو لا دراسات ككتب تحيي هذا الجانب التاريخي المهمل علماء اللي عندنا في هذه الفترة التي حددناها متعددون وكثيرون منهم شيخ أحمد آل طوق القطيفي رضوان الله تعالى عليه شيخ أحمد آل طوق يعتبر من كبار العلماء من كبار الفقهاء والمجتهدين له أكثر من ثلاثين كتابا ألفها والحمد لله أنه تم إعادة طباعتي وتحقيق قسم منها قام بذلك أخونا الفاضل الشيخ مصطفى المرهون من أهالي هذه البلدة وتم طباعتها طباعة جيدة بعنوار رسائل آل طوق القطيفي كل كتب حوالي واحد وثلاثين كتابا وفاته رضوان الله تعالى عليه كانت مبكرة في ألف ومائتين وتسعة وثلاثين هجرية وهو أستاذ جيل من العلماء الكبار من أولهم شيخ أحمد زين الدين الأحسائي شيخ أحمد زين الدين الأحسائي الآن فئة كبيرة من شيعة أهل البيت عليهم السلام تتبع آراءه وأفكاره وتنهج منهجه وهذا تلميذ لأحد علماء المنطقة طبعا يصير الحديث عننا عادة عند الحديث عن الحوزة العلمية في الأحساء لكن كإشارة فقط هذا تلميذ من تلامذة شيخ أحمد آل طوق القطيفي درس على يده فترة من الزمان وعندما يتحدث عنه شيخ أحمد زين الدين الأحسائي يتحدث عنه بعنوان أستاذنا الأعظم والمدرس الأفخم هكذا تعبيرات عنده مع ما كان عليه شيخ أحمد زين الدين من التبحر في الروايات وما شابه ذلك من تلامذته أحد مراجع التقليد اللي قلد في القطيف والبحرين بل قيل إن مرجعيتهم تدت حتى إلى بعض بلاد إيران وهو الشيخ محمد ابن عبد علي آل عبد الجبار القطيفي هذا تلميذ آل طوق هذا الشيخ محمد آل عبد الجبار كان عالما كبيرا وكان عجيبا في التأليف والتصنيف يذكرون إلى أكثر من مئة كتاب ألفها وبعضها في أثناء السفر بعض من كتب عنه يقول بتتبعنا لبعض كتبه تشوف مثلا هذا الكتاب كتبه في طريقه إلى البصرة مثلا يوم الاثنين بتاريخ مثلا اثنين واحد كتاب آخر كتبه في طريقه إلى البصرة يوم الأربعاء مثلا أربعة واحد يعني الفارق بينهما يوما وهو في حال سفر في حال السفر عادة الإنسان ما عند استقرار كثير وما عند مصادر ومع ذلك ترى هذا الإنسان يؤلف بهذا المقدار وبعض كتبه مثل كتاب هدى العقول وهو شرح للكافي لكتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني في خمسة عشر مجلدا في مبحث هو أصعب المباحث في كتاب الكافي وهو الأصول من الكافي كتاب العقائد وخلقة السماوات والأرض وأسماء الله الحسنى وصفاته والاستدلال عليه والمناظرات في شأنه يعتبر من الكتب الصعبة في موضوع هذا القسم غير روايات الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير روايات الأخلاقيات والمعاشرة لا هذه تحتاج إلى بعض البحث الفلسفي البحث العقائدي البحث الروائي وقد شرحه في خمسة عشرة مجلدا والكتاب مطبوع أيضا ومتوفر فهذا من تلامذة الشيخ ألطوق وهو من علماء المنطقة أيضا ورجعت إليه المنطقة في التقليد تقلد هنا هنا لما واحد يقول سالفة المرجعية المحلية الهوجه عالم أقر له أقرانه بالعلم والفضل والمعرفة وحاز شهادات الاجتهاد ونافس غيره وثق به الناس في علمه فقلدوا مو بس هنا قلدوه في البحرين وإن كان هو أصل أيضا من البحرين هو من سماهيج ولذلك آل عبد الجبار لقبهم في الأخير السماهيجي البحراني وهاي في فترة اللي بدأت حملات العمانيين على البحرين ضمن النزاعات التي كانت للسيطرة عبر الأساطيل البحرية فكان عندما يأتي أولئك الغزاة للبحرين كانت تحدث حروب ومشاكل وقتل فيضطر الناس إلى الهجرة ولذلك هاجرت كثير من العوائل إلى بلادنا هنا من البحرين باعتبار هذه البلاد كانت أكثر أمنا واستقروا فيها قسم منهم واصلوا المشوار فذهبوا إلى إيران أو إلى أماكن أخرى هذا واحد من علمائنا الكبار أيضا فقيه مقلد ومرجع مؤلف مصنف شيخ محمد بن عبد علي آل عبد الجبار السماهيجي من أولئك أيضا الشيخ أحمد آل طعان بن قوسين هذا من كتب الشيخ آل عبد الجبار بالإضافة إلى الكافي عند كثير من الردود على النصارى والمسيحيين ويصرح في ذلك بأنه قد قرأ التوراة وقرأ الأناجيل حتى يقدر يناقشهم ويجادلهم بل له أيضا في كتب العقائد الرد على ابن تيمية الذي حاول الرد على العلام الحلي ابن تيمية المعروف صاحب كتاب منهاج السنة كان معاصرا ومزامنا للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ورد على كتاب العلامة الحلي ردا سيئا سيئا نقول باعتبار حتى لغته كانت لغة متشنجة يعني العلامة الحلي اسمه الحسن ابن يوسف ابن المطهر ابن تيمية لما يجي يرد عليه يقول قال ابن المنجس انت عالم انت فقيه يفتراض طيب تختلف مع هذا الإنسان في رأيك رد عليه رد علمي أما هذا يسمونه الساب هذا ليس ردا على أنه حتى في الأقسام الأخرى طريقته هي أنه هذا الحديث لم يعرفه أهل العلم وذاك الحديث لم يثبت عند أحد حتى صارت فضائح بالنسبة له فيما بعد يعني لمن جاء بعد يقول هذا لم ينظر إلى صحيح البخاري لم ينظر إلى ترمذي لم ينظر إلى مسلم لم ينظر إلى باقي الكتب كيف ينفي هكذا الحديث مرة واحدة لم يذكره أحد من أهل العلم فيجي يقول له تعالى تفضل هالرواية هذه موجودة هنا وهنا 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 وحكموا عليها بالصحة طيب فمن جملة مناقشات هذا العالم الجليل الشيخ محمد العبد الجبار كان يناقش فيها عبد السلام ابن تيمية الحراني المعروف تيجي بعد هذه المرحلة عندنا الشيخ أحمد الطعان القطيفي أيضا كان واحدا من كبار العلماء تتلمذ مباشرة على يد الشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه شيخ مرتضى الأنصاري هو المؤسس للمدرسة الأصولية الحديثة وتكلمنا عنه إشارة في بعض الليالي الماضية هذا العالم الشيخ أحمد الألطعان أحد تلامذة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أخذ الفقه والأصول عنه ولازمه ولازم أيضا من كان في تلك الفترة في النجف الأشرف ورجع إلى بلاده هنا وله أيضا عدد من الكتب حوالي ثلاثين كتاب كلها كتب قيمة والحمد لله أيضا بنفس الطريقة تم طباعتها وتحقيقها وإخراجها لمن أراد أساسا هذا العمل من الأعمال الطيبة أن يبعث علم الماضين وأن يخرج إلى النور لأنه ظروفهم لم تكن تسمح مثلا في تلك الفترات بأن يطبعوا بأن ينشروا بأن يصححوا ويدققوا الآن يوجد الحمد لله في الحوزات العلمية هذه الإمكانية ونعم ما يصنع أصحابها بعد هذه الفترة بعد يجي العلماء المعاصرون وهم كثرة إذا أردنا أن نذكرهم جميعا أن يطول الأمر نسرد أسماءهم شيخ علي البلادي البحراني رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب أنوار البدرين متوفى سنة 1340 هجرية شيخ محمد آل نمر الذي كان في العوامية وهذا عالم من العلماء الذين استطاعوا أن يصدوا الغزاة عن المنطقة بتخطيطاته وبأفكاره ومع أنه كان كفيف البصر إلا أنه كان نافذ البصيرة أسس عدد متعدد من المدارس العلمية لذكر على الأقل ثلاث مدارس في مناطق مختلفة من بلادنا هنا في القطيف توفي سنة 1348 المرحوم الفقيش شيخ عبد الله المعتوق هذا أيضا واحد من العلماء العظام من الفقهاء المجتهدين درس في النجف فترة طويلة من الزمان ورجع إلى بلاده وسكن تاروت ورجع إليه في التقليد على نحو واسع كان مقلدا في المنطقة توفي أيضا في نفس هذه الفترة سنة 1362 هجرية شيخ أبو الحسن الخنيزي رضوان الله تعالى عليه أيضا من من توفي سنة 1363 هجرية وكان فقيها مجتهدا قوية العارضة له دورة فقهية المطبوع منها عدد لا بأس به باسم دلائل الأحكام في مستوى فقهي متميز وعند كتاب الدعوة إلى الوحدة الإسلامية كتاب في غاية الروعة وبديع جدا ما أحسن مثل هذه الدعوة وبرهن عليها وأنها هي طريق أهل البيت وطريق الإسلام الحقيقي من أبناء هذه المنطقة المرحوم الشيخ منصور المرهون رضوان الله تعالى عليه يكفي فيه رحمه الله سعيه إلى تأسيس الحوزات العلمية وما خلف من علماء وخطباء وأئمة الجماعات ولا تزال الحمد لله هذه الأسرة أسر واللاد إلى أهل العلم نسأل الله أن يوفقنا ويوفق السامعين ويوفقهم إلى كل خير وأن يدفع عن بلادنا كل شر هذا أيها الإخوة جزء بسيط جدا لا يصل إلى واحد في المئة من الجهود التي بذلت للحفاظ على هذا المذهب وهذه الثقافة وهذه المعرفة ترى في بعض الأوقات مثل ما ينقل الشيخ محمد آل عبد الجبار في حوالي سنة ألف ومائتين وعشرة لأنه هو متوفى ألف ومائتين واثنين وخمسين هجرية قبل حوالي مائتين سنة يقول في ألف ومائتين وعشرة على أثر الأحداث التي صارت والحروب أصبحت الأرض قاعا صفصفا فلا تجد فيها علماء ولا طلب ولا من يدرس بل ولا من يسترزق الأمور كلها كانت أمور صعبة في ذلك الوقت لكن بجهده وجهد أمثاله من آبائكم وأجدادكم حفظت هذه الشريعة ووصل هذا المذهب وجاء إلينا ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وصل إلينا مذهب آل محمد الله صلي وسلم على محمد الله محمد لاحظوا من هذه الملاحظات الجديرة بالذكر أننا عندما نذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام بلغكم الله وإيانا ومن يسمع ونحن على أبواب زيارة الأربعين عندما يصل الإنسان إلى الباب لكي يستأذن وهذه ملاحظة ما موجودة في سائر الأماكن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق كم من البشر لم تحصل لهم الهداية إلى منهج آل محمد كم من الناس لم يصلوا إليه ولو وصلوا إليه لوصلوا إلى الجنة لكن لم يصل إليهم ولم يصلوا إليه نحن بحمد الله وصل إلينا هذا ونحن وصلنا إليه هذا ليس بجهدنا وإنما لأنها الحلقات الوسطية ما بين زمان الأئمة عليهم السلام وما بين زماننا كانت حلقات أمينة صابرة مجاهدة حتى تحتفظ بهذا المذهب وبهذا المنهج لأن كان مذهب محارب منهج معارض يصل أحيانا الإنسان الذي يلتزم به إلى تهديد القتل ومصادرة الأموال طيب ومع ذلك هؤلاء الرجال من أسلافكم وأسلاف المؤمنين جزاهم الله خير الجزاء تحملوا كل ما تحملوا من أجل أن يحتفظوا بهذا المنهج وأن يوصلوه جيلاً بعد جيل حتى وصل إلينا وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا مِنْ فَرَاغُ وَإِنَّمَا جَاءَهُمْ مِنْ خِلَالِ تَعَلُّمِهِمْ عليه السلام أن الاحتفاظ بالدين وأن الإبقاء على الإسلام يستحق التضحية بالغالي والنفيس وإلا واحد يجي يضحي برجل هو أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسول الله كيف قيمت هذا الرجل؟ كيف قيمت هذا الإنسان؟ صورة مصغرة لرسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين هو يشبه رسول الله ولكن مع ذلك يقول وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى رُؤِيَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ هذا شبيه النبي الحسين ينظر إلى الأشبه منه برسول الله هذا الأكبر ليس شبيهاً وإنما أشبه الناس قالوا إن رسول الله في زمانه كان يشبهه سبعة وبعضهم قال عشرة وبعضهم قال أرباطعش يعدونهم ويعدون من جملتهم الحسنين عليهم السلام فهناك شبهاء كثيرون لرسول الله لكن الأشبه الأكثر شبهن هو علي الأكبر ومو شبه في الشكل ذاك عندما يقال جعفر بن أبي طالب شبيه رسول الله شبيه في الشكل قثم ابن العباس قالوا إنه يشبه رسول الله في الشكل الأكبر أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسول الله فهذا الآن جاي لكي يستأذن الإمام الحسين عليه السلام في أن يبرز إلى القتال كأن الحسين عليه السلام رأى رسول الله يتحرك إلى الميدان ساعد الله قلبك أبا عبد الله لذلك ماعدنا واحد قيل فيه أن الحسين نظر إلى وجهه وإلى عينه فسالت عيناه بالدموع وقال يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه اللهم امنعهم قطر السماء بركات الأرض فرقهم تفريقاً مزقهم تمزيقاً قلب موجوع من أبي عبد الله يرفع دعاءه إلى السماء علي الأكبر أراد أن يخرج فقال له الحسين عليه السلام ودع أمك وودع نساء رسول الله دخل إليهم ودعهم هذه تعلقت به تلك تقبل هذه تشم تلك تضم انطلق إلى الميدان علي الأكبر يقول أرباب الخبر قامت أمه ورأت الحسين قد صعد على مرتفع من الأرض فأخذت تنظر إليه وتستبشر إذا رأت وجه الحسين مستبشراً ساعة إذ تغير وجه الحسين وانخطف لونه قالت أبا عبد الله وأصيب ولدي بسوء قال لا يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه من ماذا أصنع قال ادخل الخيمة وادع الله في رجوع الولد وطبأت الخيمة الغريب وتوسل آيات الله بحبيب بالإحسي آيان وش ما بمصيب يا راد يوسف من مغيبة اليعقوب وامسجت نحيبة أريد أن علي سالم تجيبه ما هي إلا ساعة وإذا بعلي الأكبر يقتل خصمه ويأتي إلى الحسين منادياً أبا شربة مي أتقوى وارد للميدان وحدي يا بوي أنفطار جبدي وحاق جد العطش والشمس والميدان والحار يقل لأمني نجيب الماء يبني بني ارجع إلى الميدان ما هي إلا ساعة ويسقيك جدك المصطفى شربة لا تضمأ بعدها أبداً رجع إلى الميدان يقاتل عظم الله أجوركم يا مؤمنين بينما هو يقاتل وقد قتل منهم مقتلة عظيمة وإذا بمرت ابن منقذ للعبد لعنة الله عليه جاء شاهراً سيفه من خلفه وضرب علياً على رأسه ففطرها متى سالت دماؤه على وجهه تقحم به الفرس وسط المعسكار داروا عليه هذا يقطع بسيف وريده وهذا بالخناجر فالصليده وهذا يغط من رمح الحديد بلغت روح التراقي نادى أبا يا أبا عليك مني عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى يعني لا تتأسف علي يا أبا أنا ترى رحة ريان ما رحة عطشان هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا وهو يقول إن لك شربة مذخورة لما سمع الحسين صوته جاء من بعيد إن قضك السقري على موضع مصرعي ثم نزل من ظهر جوادي وجلس عنده ما هدأت نفسه واعتنق ولده وهو يقول بني قتلوك بني قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول يب ياب من سمع يماك وني ومن شبحان يعت لعن بالموت عاء آه للعشرين ما وصلان سنين آه وحاتفني عليك الدهر الأقشار يا أرأبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم ألا عزل جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات